انابى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الوزير محمد بن ابراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء صباح اليوم لحضور افتتاح المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرين الذي تستضيفه مملكة البحرين المؤتمر يعقد بمشاركة حوالي 350 مشارك من مختلف الدول العربية تحت شعار واقع النقل في الوطن العربي وافاق تطوره وتكامله بين الدول العربية بتنظيم من جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب سبعة عقود من الزمان منذ انطلاق المؤتمر الهندسي العربي من الاسكندرية في عام 1945 وها هو اليوم يفتح خارطة الوطن العربي من البحرين امام مرأة واعين المهندسين والمعنيين ليبحث واقع النقل في الوطن العربي برا وبحرا وجوا وليبحث افاق تطوره وتكامله بين الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه النقل ما في شك ان عملية التواصل بين المجتمعات والتواصل بين الامم هي التي تخلق العلاقات الاجتماعية المترابطة وتخلق المصالح الاقتصادية المشتركة لذلك تأتي مسألة النقل ووسائل النقل على قمة الامور الهامة في اتحاد وتوحد الشعوب وتبادل المصالح فيما بينها ننتظر وحدة سياسية صعبة فاحنا نبدأ بالنقل اللي هو يزيد التواصل بين الناس يعني يزيد التجارة يزيد التكامل الاقتصادي يزيد التكامل السياسي بالتبعية فانا اعتقد ان النقل هو تقدر تقول الاساس للعمل العربي العربي في المستقبل ان شاء الله باذن الله يوما نعساهما ان يوفي اهمية موضوع اكبر حدث هندسي في الوطن العربي فمن المؤمل ان يقف جدول اعماله على ابرز التحديات واختيار افضل الممارسات لتلبية احتياجات النقل واوراق هي الاخرى تفتح فرصة مناقشة كبرى مشاريع النقل المحققة في العالم العربي المواصلات موضوع كبير جدا تفرع منها وسائل مختلفة هي النقل البري والبحري والجوي فموضوع متشعب جدا وموضوع له علاقة بحثة بالبنية الاساسية وبالاقتصاد وبالامور المالية فقد ارتعى الاتحاد في ذلك الوقت فان الموضوع مناسب جدا لما له من حاجة لتطوير وسائل النقل وربط بعضها ببعض من الدول العربية حفل الافتتاح شهد توزيع جوائز اتحاد المهندسين العرب بمختلف فئاتها وكان للبحرين جائزة عن مشروع النقل الجماعي الذي نفذته وزارة المواصلات والاتصالات طبعا نحن تقدمنا حق الجائزة اللي هي مشروع وطني في مجال النقل البري وقدمنا عن المشروع شرحنا عن المشروع فالحمد لله حصلت مملكة البحرين وزارة المواصلات والاتصالات على المركز الأول معرض مصاحب لعل ما زينه تلك المشاريع البحرينية المستقبلية التي تدخل في سياق موضوع المؤتمر كمطار البحرين الجديد والجسر الرابع الذي سيربط المحرق بالمنامة تقارب وتلاق هندسي من شأنه أن يحقق التبادل في الخبرات والتجارب يأمل المشاركون من خلالها أن ترسم خارطة من التكامل والتواصل بين دول العربي في القارتين بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر